بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على النبي الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين إخواني أخواتي متتبعي نفحات من الفيقه المالكي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنا الآن في حديقة التمسيح المعروفة في مدينة أكدير وهي حديقة كبيرة ما شاء الله فيها كبيرة جدا وفيها كما قيل لي أزيد من 300 تمساح مع تعاب أخرى حيونات أخرى وهذه من المواقع الاقتصادية في مدينة أكدير وبالمناسبة وبما أن هذه القنة هي قنة فقهية وقدم مسائل فقهية تلات مسائل فقهية تتعلق بهذا الحيوان أو بمثل هذه الحيوانات أولاً هل يجوز حبس هذه الحيوانات بهذه الطريقة؟ هل يجوز سجنوها بهذه الطريقة؟ الجواب نعم يجوز ويقاس عليه مثل الطيور في الأقفاص والحيوانات الأخرى نعم يجوز ولا حرج في ذلك بثلاث سرط الشرط الأول أن تكون فيه منفعة بشرية منفعة إنسانية لأن الله سبحانه وتعالى سخر لنا ما في السماوات وما في الأرض جميعاً منه هذه الشرط الأول أن تكون فيه منفعة وهذه لا شك أنها منفعة فيها منفعة إنسانية منفعة اقتصادية كبيرة بالنسبة للمغرب على العموم وبالنسبة لمدينة أجادير على الخصوص وهي اقتصادية سياحية يستفيد منها صاحب المشروع ويستفيد منها الزائر من حيث أنه يرى من حيث إنه يرى هذه الحيوان التي لا توجد في بلده ويرى فيها قدرة الله سبحانه وتعالى وخلق الله سبحانه وتعالى دائماً ننظر نرى الله سبحانه وتعالى في مخلوقتي هذه المخلوقات الضخمة المفترسة الكبيرة ما شاء الله إذن هذه أن تكون فيه منفعة الشرط الأول الشرط الثاني أن لا يكون فيها ضرر لهذا الحيوان ضرر جسدي بقطع أطرافه مثلاً وبيقطع جلده أو بقلع أسنانه مثلاً هذا لا يجوز أن يكون فيه ضرر للإنسان الشرط الثالثة لا يحبس هذا الإنسان عن احتياجته الخاصة احتياجته الطبيعية مثل الأكل والسربي وحتى التزوج أن لا يفصل عن أنتاه لأن فيه تعجيب له بهذه الطريقة نعم الفقهة ذكروا خصاء الحيوان أولاً يقال خصاء ولا يقال الإخصاء كما هو مشهور من حيث اللغة يقال خصاء الحيوان نعم يجوز خصاء الحيوان إذا كانت فيه منفعة للإنسان منفعة بشرية لا بأس لا بأس إذا هدي يجوز وحبسه هذه مسألة الفقهة الأولى يجوز وحبسه بهذه الشرط الثالثة